السلام عليكم ورحمة الله ورحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله نشارك معكم معسلة او رغيفة بمداق شبكية بطريقة جديدة وحصرية بالنسبة للمكونات فغادي نحتاجو 300 كرام ديال دقيق الفورس او ما يعادل واحد تسل الكيسان ديال العنب يكونوا معامرينش بزاف غادي نحتاجو شوية ديال حبة حلاوة شوية ديال النافع و شوية ديال القرفة و كذلك الملحة بالنسبة لحبة حلاوة و القرفة و النافع فكنديرو غير واحد راس معلقة صغيرة غادي نزيد كذلك معلقة صغيرة ديال الخمارة ديال الحلوة و غادي نزيد كذلك جوج معلق كبار ديال ماء الصهر و عندي هنا يا خمسة معلق كبار ديال زيت المائدة هنما غادي نستعمل الزبدة غادي ندير غير زيت عادي و غادي نزيد واحد المعلقة صغيرة ديال الخل ما تكتروش الخل بزاف لاننا را ما داينيش تطقيق يعني دايني نغير كمية قليلة ديال الطقيق فهاد المعلقة صغيرة كافية بالنسبة ل 300 جرام و عندي هنا ينصد كاسي ديال الماء اللي دوبت فيه شوية ديال زعفران شعرة الى ما عندكمش عاوضوه بزعفران عادي ولا تقدروه تستغنى عليه كبيرا فكيف ما شفتوا هاده كنصد كاسي ديال الماء ما كفعنيش فغادي نزيد غير واحد القطيرة تقريب ان غير واحد جوج معالق كبار ديال الماء او معلقة كبيرة بالنسبة لهاد العجينة مخصصش تكون قاسحة بساف وكذلك ما تكونش مرخوفة فتكون شدة في راسها بحرم لي يكونوا كنشكلوا هدوك الوريدات يبغيوا يعني يبقوا محافظين على الشكل ديالهم غدي نخليها دبا ترتاح لان قد جي قاسحة باش تدلك فغدي نغطيها ونخليها ترتاح 1-5 دقايق وندوس باش نكمن وندليك ديالها هنا را ما غديش ندلكها بالساف غير واحد شوية من اللي كتخلي والعجينة ترتاح راها بصورة عاكة تدلك وما كتاخدش منكم واحد الجهد او واحد الوقت كتير هنان بعد ما دلكتها راني خليتها كذلك ارتاحت واحد شوية باش تبغي تطلق بالدلك ماشي بزاف غير واحد شوية كنخليوها ترتاح باش كتبغي تطلق هناك نرش بالميزينة غير شوية ديال الميزينة ما كنكتروش بزاف سوف يو غادي نحاول نطلقها على شكل دائري وما بعد غادي نرشها بشي شوية ديال الميزينة كنأكد عليكم ما تكتروش الميزينة بزاف لانك يجي المادقة ديالها ماشي زوين غير واحد دهنة خفيفة او رشة خفيفة بالميزينة وغادي نطويها بحال هكا على شكل مسمنا صافي غادي نجمعها بحال هكا وغادي نحاول اناني نطلقها بدلك قدرتوا تلقوها ديك الساعة تلقوها إلا ما قدرتوش وجدتكم قاسحها في تلق فاخليوها ترتاح واحد شوية وعاد اطلقوها بدلك نستمر بحالكة غادي نطلقها حتى نحصل على واحد المستطيل يكون كبير بعد ما طلقتها مزيان كيف ما تشفتوه راني رققتها ضروري انكم ترقوه لجينة باش يجيكم او باش يجيكم او باش يجيكم هاد رغيفات مورقين و منفوخين غادي نقطعون بهات القطعه هادي قطعه هادي كيف ما كانت عندكم غالب مهم تكون اا دائرية كنحيدو هاد زائد ديال العاجين لي بقا لينا و اهم حاجة انكم اللي جمعوه ما تعاودوش تبقوك اتعجنو فيه بزاف لانه بدكت طويات اللي درنا ربح اللي كنصاوبو العجين مورق يعني كيكون عندو واحد طبقات هدو كوماللي كيخليو الرغايف اتنفرو في القلي فكيف ماشتو غير جمعات هذيك العجينة غدي نحطها في واحد البلاستيك ونخليها لجن غدي ناخد هنا واحد الكيمية ديال الماء هو اللي غدي نستعملو كاليساق وغدي نبداك انطوي الحبات لها الشكل هذا يعني غدي نطويهم في النصف انا غدي نطوي هدو الدوائر اللي عندي كاملين باش تناخذ مساهلة فكيف ماشتو معايا هنا كناخد فرشات كننغطسها في شوية ديال الماء فكيف ماشتو كناخد ديال الفرشات اللي فيها الماء وكندير واحد الخط وكنحط القطعة الثانية وكذلك ندير خط وكنحط القطعة الثالثة فهنا را ديرا ثلاثة ديال القطع ديال العجين وكناخد هات الادات وكنحاول نضغط مزيان مزيان بحركة يلسقو وكنبداك انفك بحال هاك هدوك الوريدات كلهم غادي نحلوهم هاتشوفو كيفاش غادي ندير ليهم انا قربت ليكم باش تفاهمو مزيان غادي تاخدو موس ولا اي حاجة وتبدوك تحلوه وهنا فهذا جنيبات فكندهنو بالماء باش يلسقو صافيو كنبدو كنحلو بحال هاك وحنا كنقرصو تكشعي لاش دهنت هذيك البلاصة بالماء بحرم اللي نضغط تبقى لاسقة وما تتحلش ليكم ضغطوه مزيان لانه دايري الماء يزينه فغادي تنفخو بزاف وغادي يقدرو يتحلو فليهذا دهنو مزيان بالماء ولا تقدرو تدهنو حتى بأبيض البيض هنكي شتوها البلاصة من اللي تحلت انا زيت لها شوية ديال الماء وضغط كنحاولو نضغطوه اليوم زيان بسباعنا نتبتوهم بحرم يتحلوش في القلي صافيو كي صباح هذا هو الشكل ديالها شكل جميل جدا وطريقة جديدة صافيو كندو كنقادوهم كنحطوهم على جنب لاحظو معي المنظر ديالها جميل جدا فغادي نحطها ونعود معاكم واحدة اخرى موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نضيف الحبات لدي حبات اشتركوا في القناة لدي العسل لا سنتقل نضع الحبات في الزيت سخون نضع الحبات في الزيت نضع الحبات في الزيت نضع الحبات في الزيت نضع الحبات في الزيت يكون الحبات في الزيت نضع الحبات في الزيت نضع الحبات في الزيت نضع الحبات في الزيت حتى نضع الحبات في الزيت ونضع الحبات في الزيت أما إذا كنتم متأكدين أنكم ضغطين عليهم بزيان ومنصقينهم بزيان فما تخافوش رغم ما غدي شي تحلو صافين بعد ما أسلتهم أن نرشهم هنا بشوية ديالزنجلان فكان هذا هو الشكل النهائي ديالهم سمعو كيفاش يجيو مقرمشين شرب اللاسل رائع جدا كنت سن نعطي طبيقات ديالكم شاركوني بيوم على الانستغرام ديالي نخليه لكم في صندوق الوصف جربوهم نتمنى يعجبوكم خليتكم على خير وإلى فيديو قادم إن شاء الله تهلا وليا في راسكم سلام عليكم جربوهمة